ماشي ماشي يا اساطير ارجعنا بحكاية رع نوجن القسم الخامس لو ما شفتوا الاقدام السابقة عن جد راح عليكم نص عمركم لانو هلمان هو مختلفة جدا قبل ما نبدأ لازم تشوفوها والرابط موجود بأول تعريق ولا تنسوا تصلوا على رسولنا الكريم وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وكيد تسعدونا باللايك والكومنت وليتس جو وبيحكي جن ما بعرف شو رح يصير لو ما كانت موجودة هي معي وبهالمكان وبيقول انه فعليا نفسه يجيبها ويخليها معه بالقصر حتى بالغصب بس ما فيه يعمل هالشي فيها وبتكفي المشاعر اللطيفة اللي بتكون موجودة لما هي تكون معه وهو الحنان والطفاء اللي بتقدم ليها بهذه اللحظات وبيقول انه رح يضر يبحث عنها لحتى يلاقيها ويعرف هي يمين ويمكن بوقتها يقدر يقنعها تيجي لعنده اما رين فبتكون اليوم متوترة بشكل زيادة عن العادة وتعبانة لانها صراحة وصلتها رسالة من العائلة الملكية ولهيك الاجواء كتير متوترة والبنات حتى الخدمات عم بيتطلعوا عليها بشكل مختلف طبعا لانه الكل كان بيشوفها مجرد بنت عامية وما حدا بيعاملها كأنها نبيلة لكن هلأ توصلها دعوة من القصر الامبراطوري هالشي كتير كبير لعيك بتكون عم تتساءل شو اللي لازم تعمله هل لازم تقبل دعوة العشق للامبراطور او شو المهم فجأة بتقاطعها سولار بالعادة وبتسألها خير ليش عم تتمهدي من الصبح انا ما بحكي معك بالعادة انتي عارفة عالشي فبتحكي لها اوكي خير ان شاء الله ليش جاي بدها تخانقني من اول ما شافتني المهم سولار بتقولها والدي عم بيناديكي فبتستغرب وبتقولها ليش فبتقول سولار انا ما بعرف فبتقولها اوكي رح اروح واشوفه لكن سولار بتوقفها وبتقولها من الافضل لقلك تقبلي دعوة جلالة الامبراطور فبتستغرب وبتقولها عفوا وبتفاجأ انه الكل سلاع بيعرف بخصوص الدعوة اللي كانت عم بتخطط لا ترفضها فبتحكي لها سولار اذا رفضتها الدعوة رح تصيري مضحكة وعلى فكرة يعني معلش بس هاد الامبراطور اللي عم ترفضيه لايك لا تتوقعي انه الموضوع يمر بشكل سليم فبتحكي لها اوكي شكرا على النصيحة وبتتساءل كيف فيها تروح للعشا هل في طريقة منيحة ممكن تروح فيها بدون ما يقدر يكتشفها وبتتمنى لو كانت بتمتلك القدرة على تغيير مظهرها وبتحكي لها صحيح هل رح تروحي على حفلة الكونتسا هيدس فبتحكي لها سولار طبعا اكيد رح اجي ولا ترجعي تعملي اخطاء مثل المرة السابقة لازم لانه وانا معك تتذكري انك من عيلة الهات فبتقولها اوكي معنا بعقلها بتقول مو هي كان قصدي وبتحكي لها سولار لازم تعملي شي مع عزبة عينك هاي مو منطق تضلي حاططيها وانتي معي ما رح اسمحلك يكون هيك شكلك وبتقولها لو غطيتي عينك بقدرتك ما كان هالشي رح يصير لهيك انا رح اساعدك ولا تنسي تتشكريني المهم تحكي ران بعقلها العصبة ما بتزعجني ابدا وبالعكس بحس بالراحة لما بغطيها المهم بتروح لتشوف السيدة كلاود هاد وبيحكي لها اهلا بيكي وبتحس انه فجأة كبير كتير بالسن المفو بيقولها انا سعيدة كتير انك عملتي بجد طبعا هي بتنشلم للصدمة السيدة كلاود عام يتشكرني ويحكي لي هالكلام وعم يمدحني وبتتساءل ليش عم يحكي معي بهالشكل هل رح يقتلني ولا شو المهم بيقولها طبعا لما عرفت انك مو مفيدة تخلصت منك كنت غاضب بهذاك الوقت بس هلأ اعرفت اني غلطان المهم هي بتحس بالخاف وبتتساءل ليش صار يصرخ شوي وبتقوله انا اسفة المهم كلاود بيقولها انا هلأ باعتمد عليكي فبتقول طيب تمام شو اللي بدكي المهم هو بيقولها مين اللي بتحسي مناسب اكتر ليكون الخليفة بعدي تنصدم هي جدا باللي سأله وبتقوله شو اللي عم تقصده فبيحكي لها احكي براحة مين اللي بتحسي ممكن يكون الخليفة بعدي فبتقول انا متأكدة انه بدتو اجابة ترضي على هالسؤال وما بدتو اجابة حقيقية لهيك بتحكيله ما بعرف كتير عن هالشي بس رون كتير قوي فشو رأيك مهو انسب واحد ليكون لانه قوته كتير فبيحكي لها برأيك هل عن جد هو الخيار المناسب فبتحكيله نعم فبيقولها طيب شو رأيك بسولير فبتحكيله سولير كمان شخص جيد وبتتساءل شو بدتو من هالاسئلة فبيحكيلها طيب وشو رأيك بسنو فما بتعرف شو تجاوب فبيحكيلها شو الموضوع فبتحكيله لا ما في شي بس طبعا تغيرت تعبير وجهها بسرعة فبتحكيله سنو شخص جيد بس ما بعرفه كتير فبيقولها تمام ممتاز وطبعا هي واقفة مو فهمة حرفيا شو هالاختبار اللي عم يعملوا وشو اللي بدو اياها وبتقول معقول ناداني بس من شان هالشي فكرت انو الموضوع اكبر من هيك المهمة كلود بيقولها بعد كم يوم رح يجي وفد من المملكة وبما انك قلتي انو رون هو الانسب رح ارسل رون لهناك طبعا هي بتتفاجأ وبتحكي انو كلود ما عمره سأل حدا عن رأيه من قبل وبصراحة هي توقعت انو يختار سنو لهيك شي لانو سنو كتير زكي لما يكون الموضوع متعلق بالمجتمع وبالناس وبتتساءل اذا لازم تغير اجابتها وبتحكي له بس مو هاد الموضوع بيحتاج تفكير اكتر فبيحكي لها رون ما بيعرف يتعامل مع الناس مو هيك رأيك فبتحكي تماما متل ما توقعت ليش بدو يحكي معي اذا هو اصلا اللي بدو يعطي رأيه وقراره المهم تتمنى بس يخلص الوقت ويحكي اللي بدو اياه وبعدها فعلا بتغادر هي وبتلاقي المراي عم بترن معلش كل ما ترن المراي رح نضحك المهم بتتساءل اذا هلا اصار وقت اللقاء وبتحكي له اهلا جاي فبيحكي لها سوري انا بنجامين تستغرب وبتقول له ليش عم تحكي معي فبيقولها خبروني ما احكيلك لكن انا برأي انو لازم تعرفي لانو روشه لا سقطت المهم هي بتتفاجأ كتير وبتقول مستحيل لكن بيحكي لهو الطبيب حكى انو ما في شي تعمله وحاولت اسعد لكن بلا فايدة تيجي لا تشوف الموضوع وتتأكد بنفسها وفعلا راني بتحمل حالها وبتروح لنقابة القلوب السوداء واول ما تفوت وتشوف روشه لا كتير بتتفاجأ لانها محاطة بكوابيس مرعبة جدا وطاقة وهالة سوداء تستغرب كتير من اللي شافته وبتتساعد اذا اصلا هاي هي هالة روشه لا وبتحس انو الموضوع غريب لانو سنو ما بيمتلك هيك قدرة صحيح ما بتعرف شو قدرته تماما لكنها متأكدة انو هاي مو طاقة المهم تقترب منها وبتقوله خليني اشوف عن قرب اكتر وفعلا بتلاقيها عم بتعاني من كابوس كتير وبتسأله هل فيني ابقى معها لحالي فبيحكي لها اكيد ناديني لما تخلصي فبتقوله استنى شوي بس سرعة كنت افكر اكتر بس عن جد برأيك عادي تتركني معها لحالي فبيقولها اكيد ما اتوقع انك ممكن تأذيها صح فبتتأثر هي كتير انو واثق فيها لهاي الدرجة وبتحكي له شكرا فبيبتسنلها وبيقولها اوكي اذا تمام وبيغادر بتحس هي انو بفعلا كتير صار قريب منها وبتتساءل اذا عن جد خلص صار عميوتك فيها وبتحكي له روشالة اسفة هالموضوع رح يكون صعب شوي بس بتمنى منك تتحملي المهم تمسك ايدها وبتبلش تبحث عن الكابوس اللي مقرقها المهم فعلا بتبلش تبحث عن شخص قد يكون هو سبب هاد الكابوس ولما تدور كتير بتنصدم صدمة عمرها لانها بتشوف والدتها ألس وهي قعدة مع روشالة تستغرب من هالشي وبتقول هلا اتأكدت بانها عايشة ما توقعت حتى أرجع أشوف وجهها بس ليش هم التنتين مع بعض وشو اللي عم يحكوا عنه المهم بينما هي عم تتفقد الحلم أكتر بتفي روشالة وبتحكي لها هل انتي منيحة فبتقولها ألس انتي هون فبتحكي لها أكيد هلا افتاحي فبتنزعج وبتحكي لها أنا خبرت أطباعي ما يحكو لك عاللي يصار إذن مين خبرك وليش اجيتي فبتحكي لها عرفت بالموضوع عن طريق الصدفة فبتحكي لها أكيد بنجامل هو اللي يخبرك المهم رين بتحكي لها الكل الآن عليكي لحيك لا تحكي كتير وارتاحي فبتقولها روشالة أسفة أنه أزعجتك وبتحكي لها بالعكس أنا بحب أتملك هالخدمة المهم بيعدوا التنتين مع بعض وبتسألها هل علشتيني نفس الطريقة اللي علشتيها قبل فبتحكي لها نعم فبتحكي لها بس الموضوع مختلف هالمرة حسيت أني مو قادرة أسيطر على عقلي أبدا فشو اللي صابني فما تعرف طبعا شو تحكي لها لأنه واضح أنه في شخص حاول أنه ينهيها فبتحكي لها رين مو إجاد سيدة بشعر أشقر لتشوفك فبتحكي لها روشالة لأ أنا ما بعرفها فبتتوقع أنها نسية الكابوس اللي كانت عم بتعاني منها وبتحكي لها هالمنظر هادو التعبير بتذكرها طبعا بمين أكيد بجن لهيك بتسألها هل بتحبي تعقدي صفقة معي؟ فبتسألها روشالة يعني قصدك اشتأتي لنشتغل مع بعض؟ فبتحكي لها رين هيك شي فبتقولها تمام شو الصفقة اللي بدك إياها؟ فبتحكي لها رين خبريني لما تتذكري أو تعرفي شي عن السيدة بالشعر الأشقر وبالمقابل أنا رح أحكي لك شو اللي يصر لك فبتحكي لها روشالة واضح أنك بدك تعرفي مين هي هديك السيدة فبتقولها ما بدي أي معلومات شخصية أنا بس بدي أعرف سبب زيارتها وإذا كانت رح تزورك مرة تانية بس بالمقابل فيني أستعادك باستخدام أوتي فشو رأيك؟ ما بدك تعرفي الكابوس وسببه؟ المهم المعلومات اللي بتتسلمها بتكون أشياء بتعرفها already وبتحكي تمام اختفت بعد سنة بس ما صار أي شي بفترة وجودها فشو اللي يصار قبل سبع سنين لما كانت مريضة؟ هل راحت للطبيب؟ بس ما كانت بتمتلك المال لك ما قدروا إعارجوها المهم برضو بترن لمرأيك العادة وبتحكي أهلا بنجامل فبيحكي لها جين وحكيتي إنه من زمن ما تواصلتي معه المهم بتحكي لو أهلا جين وبتسأله شو اللي بدك إياها من الصباح الباكر فبيحكي لها بصراحة بس كان بدي أسمع صوتك فبتحس بخزر كبير جدا وبيحكي لها بصراحة كتير كنت مشتاة إني أسمع هالصوت لهيك صباح الخير ألس طبعا لما راين تسمع هالكلام بتحس إنها راح تموت من الخجل وبتحكي له هل شكلك أكلتلك شي شغلة ما المفروض كانت أكلها يعني إنها بلت أو نجنيت شي الباب هو طبعا بيحس بالخيبة وبالخجل كمان وبقولها لأ بس تذكرت إنك انضربت براسك آخر مرة وحبيت أطمن عليكي هل أنت بخير؟ فبتقول له آه أوكي إذا هيك الموضوع فأنا تماما وبتكون خجلة جدا وحست إنه قلبها صار برشليها عكل حال بتقول له لا تقلق والموضوع بس حياخد شوية وقت لأنشفيه تماما لكن هو بيقولها لساتني الآن عليكي لكن يمكن لازم أتصل بالطبيب وأبعثه عندك فبتحكي له توتر لا أنا بخير وعن جد إصابتي ما كانت خطيرة وبتتقل كيف فيها إنه هالشخصية اللي كانت مرعبة جدا بحياتها السابقة تصير هالشخصية اللطيفة اللي الآن عليها طول الوقت وبتحس إنه شوية غرابة على شوية إحراج وخجلة على كل حال بتقول له أنت كيفك؟ وبتسأله هالبيشي برضو عم بيهاجمك أو في كوابيس بشكل غير عادي فبيحكي لها عندي صدع باش الموضوع مقبول يتحسن لما بفكر فيكي فبتموت أكتر من الخجل وبتقول ما لازم يفكر فيه أنا مفروض يفكر بستعلا المهم تتسأل ليش عم يحكي هالأشياء وإنها مصدقته فعليا وبتسأله أنت مو مصول اليوم؟ بيقولها صح اليوم المفروض أقابل ضيوف مهمين المهم بتقول له صحيح لسه الحجار اللي قدمتلك هي موجود معك فبيحكي لها أكيد فبتقول تمام لأنه طبعا بتعرف أنه الوفد من المبعوثين رح يوصلوا للمملكة كمان كم يوم وصار وقتهم يعني وبتحكي أنها عارفة أنه كلود مخطط لشي وليك رح ياخد رون معه وهي متأكدة أنهم رح يحاولوا يحاصروا جانب طريقة مثل ما صار بالرواية لأنه هم فيهم يستخدموا قوةهم النفسية ليخلوا يعمل اللي يمدهم وليك بتحكي له تأكد أنها دائما معك فبيحكي لها أنا بحبها كثير وهي معي وبتمنى أنك بتعملي نفس الشي باللي معي فبتقوله أكيد أنا دائما مهتمة فيه لأنها الخايفة يقتلها لو ضيعته شي مرة المهم بتحكي له لازم أروح هلا وبتوضعه وبعدين بيقولها تأكدي أنك تعملي كل شي بشكل جيد وبتوضعه أخيرا المهم بيعضوا بعدين جن وكل الشلة تعتوا مع بعض بعد ما وصل الوفد وبيتشكروا على الاستقبال وبيحكي لهم أنا متأكد أنكم عانيتوا بالرحلة الطويلة لهيك بأمل أنوا تلاقوا إقامتكم مريحة هون وبيحكي هالكلام لدوا أيضا فبيحكي له شكرا لإلك صاحب الجلالة وبينما بنشوف شخص ما بعرف شكله عربي بيقوله أنه هالشاي لذيش جدا أما كلاود فبيقوله لما سمعنا أنه رح نستقبل أجوب شرفاء من مملكة تيني عملنا هالشاي خصيصا لإلك أنا سعيدة كتير أنه عجبك لكن جان بيكون أصلا وعاجبه بالمرة وبيتسأل شو بتهالطعم الغريب ولك أنه ما يكفس بيحس أنه عم يشعر بالنعاس بكل رشفة عم يتناولها وبيقول بس ما بيشبه النعاس اللي لما بكون فيه مع ألس المهم بيضلوا يحكوا هالشلة وهو بيكون قاعد وكتير زهقان وملان ولك أنه الإمبراطور وبيحكي له العربيات سوري أنه كتير حكينا فبيحكي له عادي احكي أذنى بتك أحنا ما عنا أي مشكلة ولا شو رأيك ضو قبيعا فبتحكي له أكيد هذا النوع مناسبة فينا فيها نحكي محادثات بسيطة ونستمتع مع بعض المهم فعلا بتدخل هاي الدو أبيان وبتبلش تحكي أنها مهتمة كتير بمملكة تيني وبتقوله وبتوقع أنه عندكم أشخاص معينين بيمتلكوا القدرات على جعل السموم المركزية موجودة بالخامات السحرية وبيحكي لها فعلا احنا في عنا أشخاص مواطنين طبعا بنعرف قدرتهم وبنستخدمها وبيساعدونا بأعمال التحييد وبنعرف أنه مملكة تيني تمتلك نوع من الخام السحري الناظر بشكل خاص ولبا بيستخدموا حدا بيعمل على تضخيم أوتو السحرية بشكل أكبر لهيك ثم هالخام اللي كتير عم بتحاول الدول تحصل عليه باسم بان بس في شي غامض بموضوع هل حجر اللي اسمه بان وهو أنه لازم يعملوا على تحييده يعني أنه يشيلوا السم اللي موجود منه لهيك لهلا ولا مملكة استرجت أنها تغذو مملكة تيني مع أنها أصغر من الممالكة التانية لأنهم بيخافوا أنه لو راحوا يحصلوا عليه أنهم يتدمروا ويأدي فيهم الموضوع للموت المهم بينما الكل قاعد عم يحكي مع بعض بيلتفجن لرون فبيسأله رون هل في شي حابب تحكي معي فبيقول له لا بصراحة بس من زمان ما شفتك فبيحكي لرون صحيح كان أخوي بالعادة هو اللي عم بيأدي هالمهام فبيستغرب وبيحس أنه رون مثل كأنه طفل خعيف وبيحكي له صحيح شفت سنو أكتر منك بالمرات الماضية وكمان شفت شخص معه مصابب جرح في وجهه بتمنى أنه يكون بخير فبيحكي رون صحيح رين تعرضت لإصابة بجبتها بس كيف حضرتك عرفت هالشي فهيك جنب يتأكد أنه بفعلا رين هي اللي كانت مع سنو بالمرة الماضية المهم بيدخل كلاود وبيقول شكله رون تخربط وغلط وانفعل بشكل إضافي فبيسأله هل عن جد كان غلط الموضوع اللي حكيته فبيقول رون صح فبيستغرب لأنه بيعرف أنه رون عبقري وشخص استثنائي وبيبهدل وبيقول له المفروض أنك تعرف كيف تتصرف واضح أنك ما رح تكون خليفة عيلة الهارتز فبيتدعي رون كتير المهم بعدها بيحكي مبعوث مام لك التيني صحيح سمعنا إشاعات مثيرة للاهتمام بالإمبراطورية فبيسأله جن شو هي هالإشاعات اللي سمعتها فبيقول كان فيه كلام عن أنه تمت خطوبتك هالكلام صحيح بيحكوا الناس أنك مخطوب لبنت نبيلة عندها السلطات قديسة طبعا هون بينزعج من حبيبها وبيتطلع فيه فبيحكي جن بصراحة ما بقدر كتير أحكي بهالموضوع بهالوقت الحالي فبيحكي إذن بما أنه الإشاعات شكلها مجرد كذب شو رأيك بالزواج من أميرة مملكة تيني بيتفاجأ ادزو أيضا وبيحكي شو هالاقتراح المفاجئ حضرة الملك فن فبيقول فن هاد أميرتنا حلوة بشكل خيالي وكمان عم تشتغل لحالها لتلاقي مضاد لصم بقار ولعيك بتوقع إنها المرشحة المثالية لإمبراطورية شابرين فشو رأيك حضرة الإمبراطور فبيحكي بصراحة أتوقع إنها فكرة جيدة بالنسبة لإلنا إنه يكون في بيننا وبين مملكة تيني علاقات لكن هو بيكون عارف إنه بدهم يزوجوا الأميرة لا حتى يكون أميرهم الملك بعده وبيحس إنه هالنوايا خطأ وإنهم مغرورين جدا بأميرتهم مع إنهم مملكة صغيرة وهو الإمبراطور لهيك بيحكي إنه الموضوع كتير تافع وفيني أرفضوا بلحظة بس ليش أنا متفاجئ لها الدرجة وليش حاسس بالاستيعاء وبيتطلع في هذك النظرة المرعبة لدرجة إنهم بيرجبوا فبيتدخل ششري وبيحط له الشاي قدامه وبيحكي له بعتذر منك شكله الشاي الأديم صار بارد وهيك بيهدي فبيحكي ذو أيضا أتوقع كان كتير غلط إنه نحكي بهيك اقتراح ونقدمه بهالشكل هاد وبمكان غير رسمي فبيحكي الملك فن بصراحة أنا كمان حكيت بدون ما أفكر لهيك بعد ذر فبيحكي له جن تمام إذا هيك حكيت فأنا بدي ترسل الأميرة خطاب رسمي لإلي بهالموضوع بالنهاية قرارها هو المهم بعدها بيتدخل 11 ويقول تمام شو رايكم هلأ نتناول وجبة خفيفة فبيقولوا فكرة جيدة بس وين فبيحكي شو رايكم نعمل رحلة صيد بالغابة وما بعرف ليش ملوك بدهم يتعبوا حالهم ويطلعوا يصيدوا المهم بيتحمس الملك فن وبيقول إنها فكرة رائعة وبيسأل جان شو قصده فبيحكي تمام ما عندي أي مشكلة وبينما بتكون رين قاعدة عم بترتب بتوقع كاسه وبتكسرها وبتخاف شوي وبتتساءل ليش هالشي صار فبتحكي لها مريطة انتي كنتي عم تشتغل من نص الصباح بدون توقف لايك روحي ارتاحي وكلي وارجعي لنا بعدها فبتتشكرها فعلا تاخد الأكل وبتطلع برا لا تاكل وهي عم بتتساءل شو وضع جان هلأ بتقول إنه الصباح كان مزاجه منيح وحلو وبتتساءل إذا صار شي تاني وبتقول بصراحة مشكلته مو بمزاجه وإنما بوجود عائلة الهارتز واللي يقدروا يعملوا بالتلاعب بعقله وبتحكي إنه بالرواية جانب يفقد عقله لما يبلشوا يحكوا عن موضوع الزواج بأميرة من مملكة تيني وبعدها لما بيطلعوا للصد جانب يطلق النار على الفيل اللي كانوا جايين فيه الوفد وإنه الدوق هيلد يتلاعب بجانب ولهالسبب تنزل سمعة جانب بينما بتتحسن سمعة هالدوق هاد ولعيك بتتمنى إنه ما يصير شي بالفيل البعن بينما عم يتجهزوا للصيد بيقترب رون منه وبيحكي له سيدي سمعت إنه بتعاني من الأرق لهيك بتوقع إنه الصيد مو أفضل شي ممكن تشارك فيه حاليا فبيبتسم له باستهتار وبيقول له لا تقلق بس شكرا على هالكلام فبيحكي له حاضر وحذرتني إني جيت وحكيت وبعدها بيلتفت لحبيب ستالة اللي نسيت اسمه اللي بيحذر اسمه رح نعطيه لك المهم وبيحكي له بلا موران كتير لطيف كأنه هيك حيوان ضعيف فبيحكي له بس أنت تطلعت عليه كأنه أسخف حدا بالعالم فبيحكي بصراحة هو كان سخيف بس برضو لطيف فبيسأله طيب هل عن جد راح تشارك بالصيد فبيسأل جن ليش الكل الآن علي لا تقلق أنا منيح وبخير بس يمكن أغلق بالتصويب وأقتلك بالغلط بعدين بيتطلع فيه بهالنظرات فبيحكي له هي مجرد مسحة فلا تطلع علي بهالشكل المهم بعدها بيتجهزوا ليبلش والصيد وبيحكي كراوس الناس عم يحسدوني إني قريب منك بس برأيك هل فعليا مناسب أنه أكون بس أنا الحارس الوحيد اللي موجود معك فبيحكي له جن يعني مو واثق بقدرتك فبيقوله مو هيك الموضوع بس بتوقع أنه لازم يكون فيه أشخاص تانين كمان موجودين وفجأة بيحسوا أنه فيه شي عم يقترب منهم وبيظهر الفيل وكأنه ناوي على الشر وجاء يقترب من جن وليك بيصرخ كلود كلود هدفك مو تصرخ وإنه ما تتصرف المهم بيحاول جن يرفع الاسلاح فبيحكي له كراوس ما فيك تقتل هالشي فبيحكي له جن بعرف هالكلام وبيحاول يطلق لرصاص بجهات مختلفة وبيحكي له كراوس لو سمحت كمان حاول ما تصيبه وخلص أهرب المهم بيحاول يطلق كذا مرة جن برجلي وبهالأماكن لحتى يخلي يبعد عنه لكن واضح أنه الفيل كأنه أعمى ومصر وكأنه لازم يقتله وبيحس أنه هالفيل بيشبهه بشكل ما هايج وبنوبة جنون ولازم يقتل المهم بعده بيظهر مير وبيعطي كتير رصاصات المخدر وخلص بينام هالفيل فبيحكي جن تأخرت كتير يا مير فبيقول له آسف لكن هل أنت بخير هل تقزيت فبيقول له تمام المهم كراوس بيقول هالنجاح كتير أسطوري ما كنت بعرف أنه مهد الأعصاب مفيد بهيك حالي المهم بيبلش كراوس يحكي كتير مع مير لكن مير متجهله تماما وبيقول له كنت كتير رائع أنك هل ديتو وما كنت بعرف أنه هالأشياء تزبط على حيوانات الليبي اللي فكرتهم مخلوقات متوحشة المهم بيظل مير متجهله تماما فبيبكي وبيغير الموضوع وبيقول لجان بصراحة فكرتك رح تقتل الليبي فبيقوله بصراحة يمكن كنت رح أعمل هالشي لو هاجمني وضل مصر وهو فعلا كان على وشك أنه يقتله بلحظة معه المهم فجأة فعلا جان بيصاب بالجنون وبيحس أنه لازم يقتل وفجأة بيرشع يظهر له الكابوس المراب اللي دائما بيشوفه وهي ران وهي جاي تقتله بس ما بيكون عارفها وبيتساءل هي مين وليش دائما بترجع لتقتله طبعا بيرفع سيفه وبيبلش يحارب وبيبلش يقتل بالجميع المهم فجأة على صراحهم بيصحى وبيرجع ليلاقي مار قدامه وسيفه موجه له وجارحه طبعا بيخاف شوي وبيعرف أنه انجن وبيتطلع هيك حوالي ليلاقي الجنود مصابين وحتى كروس كمان وبيسأل إذا استخدموا عليه زجاجة المهدئ لكنها بتكون مكسورة لهيك ما قدروا يستخدموها وبيقول أنه هاي أول مرة بيقدر يرجع للعالم بدون ما يستخدموا المهدئ المهم بيعتذر كروس على اللي صار وبيقوله ما كان لدينا سرعة كافية لنتمالك الوضع لما ظهرت الأعراض المهم جن بيقوله جرحتك أنت كمان فبيحكي له أكيد يعني هالشي رح يصير أنت ما شاء الله قوتك بالسيف ما حدا بيتفوق عليها وكمان لا تخاف أنا من الأساس لما بلشت أشتغل تحت أمرتك مجهز حالي أموت بأي لحظة فبيحكي له مار فعلا إحنا كرسنا حالنا كلمالك وما عنا أي مشكلة نتخلى عن أرواحنا من شانك المهم بيتضايق جن وبيقول مين بيحكي لكم إنه فيكم تموتوا بدون إذن مني لو سمحتوا ضلوا واقفين معي وضلوا جنبي وضلوا عايشين ولو حسيتوا أنكم مو قادرين توقفوني عند حدي لما أفقد السيطرة لا تقتربوا مني أنتم الاثنين ما بدي قعد على عرش ملطخ دماء رجالي فبيتأثروا الاثنين وبيحكولوا حاضر المهم بعد جن بيطلع حواليه وبيقول كان الجو ضبابي قبل شوي ولا هالشي ما كان حقيقي المهم جن بيحكي لمر في مخلوق موجود بالغابة فبيحكولوا هذا المخلوق فبيحكي لا في شي تاني عم بيحاول يخليني أنجن ولايك اكتشف لي شو هو فبينطلق مار بسرعة وبيسألك روس شو في بيننا جن بيعد هيك وبيتذكر كلام رين لإله أنه لازم الحجر يضل معه وأنه يهتم فيه وأنه لازم يكون حريص اليوم وبيحكي بشكل ما عندي شعور أنك بتعرفي بالزبط شو كان رح يصير اليوم أما رين فبتكون قاعدة ومحتارة بالأشياء اللي عم بتصير معها لانا حاسة وكأنها مو بوعيها تماما وبتتسأل عن هالموضوع وبتمسك المراي وبتتسأل إذا جان رح يتصل فيها وبتقول ما بتوقع بما أنه حكى معي الصبح بس أنا نفسي أطمن علي وفجأة بتلاقي حدا اتصل فتتحمس كتير وبتفكر النوجن لكن لما تسمع الصوت طبعا تعرف إنها روشالة المهم بتقولها روشالة الواضح إنه كنتي عم تستني شخص داني يتصل فيكي فبخذل وإحراج بتقولها لأ ما كان في هيك شي وبتحكي تمام روشالة فعلا بنت قوية وقدرت تتعافى بشكل أسرع من ما توقعت وبتسألها ليش اتصلت في فبتحكي لها قررت إنه أقبل عرضك إنه تعرفي عن البنت اللي اسمها أليس واندر رح أخبرك كل شي بس لازم أقبلك بشكل شخصي وأجاوبك على الأسئلة وما لازم أي حدا تاني يعرف هالشي هل انت موافقة فبتحكي لها رين أكيد فبتقولها أوكي رح أعطيك المعلومات لما تيجي ورح أسمع للي عندك انت كمان فبتقولها أوكي سمت وتمام وبتحكي مو مشكلة إذا رح أقدر أقاب الأمي فيها هي تحكي لي كل اللي صار على مدار السبع سنوات البهم بعد بتلاقي رشالة لسه على الخط فبتسألها هل في شي تاني هل في مشكلة تانية فبتحكي لها روسلة قديش بتعرفي جن فبتتفاجأ ليش عن تسألها عنه وبتسألها خير هل في شي فبتقولها أتوقع إنه شخص أكتر خطورة مما كنا بنتوقع فبتحكي رين بعقلها أكيد أنا بعرف هالشي وبتسألها هل اتحريتي عنه فبتقولها في عدد من أعضاء المنظمة نظروا بموضوعه لأنهم كانوا خايفين عليك بس ما قدروا يعرفوا هو مين لهيك ممكن يكون شخص بسبب المشاكل أكتر مما توقعنا فبتقول الحمد لله إنه ما قدروا يكتشفوا هويته وبتتشكر روشلة على الاهتمام فيها فبتحكي لها روشلة ليش مقادرة أصدقك إنه فعلا رح تنتبهي وبتسألها هل مريتي بأي وقت صعب لما كنتي معه هل كنتي بخطر أبدا فما بتعرف شو تخبرها وبتقولها يعني لما تسترجع كل الأشياء اللي صارت بتوقعنا فيك تقولي إنه فيه شوية خطار فبتتدايق روشلة وبتقولها ما عم بفهم ليش انت كتير قريبة منها الرجل هاد هل انت متورط معه بشي فبتحكي لها لا تقلقي وبتقول بعقلها ما عندي خيار تاني غير إنه أعمل هالشي لحتى أضل على قيد الحياة وبتتشكرها وبتقولها إذا كنتي محتاج أي مساعدة خبريني بعدها بتسمع صوت تسكير قوي وبتتسأل شو الصوت هاد رجع كلاود وبتعت زي من رسالة وبتقولها لازم أغادر هلأ وبتطلع لتشوف شو الوضع لتلاقي ماش موجود برا تسأله شو اللي يصير وليش في كل هال تضجيج فبيقولها أتوقع إنه كلاود رجع للبيت لكن تستغرب شو اللي يصير ليكون الوضع خطير لها الدرجة وبيسأل هل هو عم بيوبغ الخدم وبيكون كتير هو مزعوج لأنه الصوت القوي طبعا كتير أقوى على الأرانب ويتحكي لو ما بتوقع إنه بيوبغ الخدم على الأغلب هو عم بيزرغ على واحد من ولاده وبتسأله شو رأيك نروح لنسمع الوضع لأنه لو طلع لسه معصب من عندهم وما لقينا راح ناكل إحنا البادلة وبتكون عم تتسأل عن وضع ميرش لأنها الهلأ ما عرفت تفاصيل أكتر عنه بس كمان حاس إنه كان صدول كتير تجاهها فترة وشك فيها لكنه هلأ بطل عم بيلحقها بعد اللي صار وبتحكي ما أتوقع إنه صار يشتغل بمنزل عيلة الهوت بسببي بس ليش إجاء لهالمنزل وهل في هدف معين المهم فعلا بيقتربوا أكتر وبيلاقوا كلوت من جن جنونه وقعد بيكسر وبيضرب وبيسب المسكين رون وبيحكي له إنه أنت حشرة ما إلك أي فايدة وحديم النفع وما قدرت تعمل المهمة الموجودة لإلك يعتذر رون منه بخوف وبيقول له أنت مستحيل تكون الرئيس لهالأسرة المفروض إنه تساعد أسرتنا ومو تحاول تسقطها وحتى المهمة البسيطة اللي أعطيتك إياها ما قدرت تعملها فتعرف رين إنه من خلال غضبه واضح إنه ما صار شي لجن مم بيرجع رون يعدزل كمان مرة وبيحكي له سوري ليكون أزيت غرورك لا تتطلع بهالشكل وتنحني ليش ما فيك تكون حتى ربع شخصية رين طبعا رين هون بتنشل وبتقول ليش عم بيجيب اسمي بنصها الوضع وليش فجأة كلاود صار معجب فيه وذهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الخامس من حكاية رين وجن عنجا شو السبب إنه كلاود صار يقدر رين لهالدرجة هل عرف عنها شي إحنا ما بنعرفه وكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات بنشوفكم ملخص جديد ولا وقت سيونرا